على الإدارة التعلم من بداية رياض الأطفال إلى تعليم أساسي جامعي في كليات الطب إجراء عمليات في مستشفات الصحة إيه اللي بيتم والبعثات المصري الموجودة في توكيو أو في اليابان تحديداً أنه في عدد من المدين اليابانية الأخرى بالفعل يعني فيه تعاون كبير في هذين المجالين تحديداً مجال التعليم ونقل الخبرة اليابانية في هذا المجال ومجال الصح الجانب الياباني لمس أن مصر عندها من الخبرة ومن القدرة على تطبيق التجربة اليابانية ما يسمح لها بيعني الاستثمار في هذا المجال وفعلاً التعاون الوثيق ونقل كل ما لديهم من خبرة وإمكانيات للتعاون على كافة المجالات سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي وشفنا مبادرة الشراكة التعليمية بين مصر واليابان اللي هو برنامج إيجاب ده بيقوم على أكتر من ركيزة الحقيقة الركيزة الأساسية وشفناها في إنشاء المدارس اليابانية المصرية اللي بدأت بالفعل منذ العام الماضي وفي خطة طموحة على 200 مدرسة يابانية في مصر إن شاء الله هو الإجمالي لكان العدد اللي كان سيادة الرئيس وجه بإنه يتم إقامته في مصر كان إجمالية حوالي 200 مدرسة وبدأنا بالفعل من 35 مدرسة اللي بدأت تشغيلها في العام الماضي الجانب الياباني بيتابع عن كتب هذا الموضوع وفي خبراء تعليميين وأكاديميين ومن وكالة التعاون جايكا بينزلوا يراقبوا كيف يسير العمل في هذه المدارس وسيادة الرئيس طلب من الجانب الياباني في زيارته الماضية إنه يتم تدعيم هذه التجربة بخبراء يعاونوا في مسألة النظام التعليمي والإدارة نفسها لهذه المدارس وده ماشي على قدم الوساق الحقيقة إضافة لكده زي ما بقول لحضرتك الجزء الشق الآخر في برنامج الشراكة قائم على تدريب وبناء الكوادر والكفاءات فبالفعل ليس فقط في المجال التعليمي ولكن بيحدث الآن تدريب ويعني بناء كوادر وكفاءات مصرية في مجالات مختلفة من ضمنها المجال الطبي مثلا إدارة المستشفيات تأهيل أطقم التمريض الرعاية اللي هي المسعفين وصلوا فعلا وأخذوا دورات تدريبية في اليابان النهاردة الإسعاف بالزبط وصل مجموعة من الأطقم المصرية العاملة في مجال الإسعاف وبياخدوا تدريبهم مع الجانب الياباني الأطقم الممرضات المصريات برضو موجودين إدارة المستشفيات زي بقول لحضرتك كان في مجموعة من الأطباء المصريين مديري والأطقم الجهاز الإداري للمستشفيات الجامعية المصرية كانوا موجودين هنا الشهر الماضي وكانت دورة تدريبية حقيقة مكثفة لمدة 8 أسابيع حضرت جزء منها بنفسي معاهم والحقيقة شاهدت الفائدة اللي بتعود على الجانب المصري من هذا التعاون إنه الأطقم المصرية بتخش تشتغل بإدها في المستشفيات وفي غرف العمليات بتستخدم الأجهزة الطبية الفائقة التكنولوجيا الحديثة في اليابان فده الحقيقة جزء كبير جدا من تجربة نقل الخبرة وبناء القدرات الجزء الآخر اللي بنتكلم عليه اللي هو الجزء الجامعي سواء إذا كان فيه التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وما بين 15 جامعة يابانية بتدعم هذه الجامعة بخبراء وبرامج تدريس إضافة إلى كذلك التطور في مجالات التعاون الأخرى زي مثلا جامعة الجلالة النهاردة بتدخل فيه شركات تعليمية مع جامعات يابانية وإن شاء الله فيه مشروعات وطموحات لزيادة التبادل الأكاديمي والجامعي بين الجامعات اليابانية والمصرية فهذا المجال تحديدا فيه عليه تركيز كبير جدا إضافة إلى مجال الصحة طبعا زي ما قلت لحضرتك في منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة ووزارة المالية تحديدا عقدوا كذا لقاء مع الجانب الياباني للاستفادة من الخبرة جانب الياباني طبق منظومة التأمين الصحي الشامل من عام 1961 فلديهم خبرة واسعة جدا والحقيقة المنظومة بتعمل كما الساعة فالاستفادة منها إن شاء الله من خلال نقل التجربة ووزارنا عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ووقفوا على العناصر الأساسية للتجربة اليمنية وإن شاء الله إحنا بصدد الاستفادة من هذه التجربة ومحاولة تطبيقها وبدأت بتايل المراحل الأولى منها في مدينة بورسعيد ومعالي دكتورة وزيرة الصحة بتشرب بنفسها على هذا الموضوع تحت رعاية السيد الرئيس هل ممكن نقل تجربة وخبرة اليابان في الزكاء الاصطناعي اللي بيستخدموه في المستشفيات تحديدا؟ آه طبعا هو ده الهدف لأنه هو ده المستقبل حضرتك يعني إحنا بنتكلم النهاردة مش على النمازج التقليدية